بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هحل معيكو اسئلة الدرس الاول من الشابتر الاول للمحور الرابع Discover Primary 2 من كتاب المعاصر ولكن خلينا الاول نرجع لكتاب المدرسة ونشوف احنا اخدنا ايه في كتاب المدرسة ونرجع تاني لكتاب المعاصر اول حاجة ابتدينا بيها الدرسة كانت بتتكلم عن التواصل وابتدينا نتكلم مع الطفل ان التواصل ده معناه ان احنا بنتواصل مع الاشخاص اللي قدامنا بان احنا نتكلم معهم او يدور ما بين حوار لأي سبب من الاسباب وابتدينا نعمل عصف ذهني عند الطفل زي ما انتوا شايفين قدامنا كده بان هو يحاول يكتب في الرسمة اللي قدامنا ديت ايه التواصل اللي ممكن يكون بيعمله خلال يومه وكتبنا هنا امثلة كتير ممكن توضح افكار هتيجي في دماغ الطفل لما يفكر هو بيتواصل ازاي مع الناس خلال اليوم نشوف اللي بعد كده بعد كده هو جاب لي قصة عن نور وقال لنا هنا ازاي النور بتتواصل مع الناس خلال يومها اول ما بتصحى من النوم وبعد كده بتتكلم مع مامتها وجدتها واختها وبعد كده بتروح المدرسة وبتتكلم مع التيتشر ومع صحابها وفي الطريق برضو بتتكلم مع الجنيني اللي بيزرع الجاردن فهنا كان بيوضح للطفل يعني ايه communication ويعني ايه تواصل نشوف اخر حاجة في الدرس اخر حاجة قدامنا هو حاول يعمل ما بين الديسكافر وما بين الماث انه هو جاب جراف رسم بياني وكرر انه هو يجرب الطفل هيعرف يتعامل معي ولا لا عن طريق انه هو يحط له الداة في الرسم البياني يبين له عدد المرات اللي حصل فيها communication ما بين نور وما بين الناس سواء كانوا من الفاميلي او من الفرينز او من الكميونيتي مامبرز وهنا كان بيحاول يوضح للطفل ان احنا بنعمل communication مع اكتر من نوعية من الناس سواء كانوا من عائلتنا سواء كانوا من صحابنا سواء كانوا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه نفتح كتاب المعاصر ونحل مع بعض الاسئلة اول حاجة قدامي اكتافتي نمبر وان كان بيقول لي ايه circle sentences in green that show the meaning of communicate then write them below هو عايز نعمل circle نمشي على النقط دي نعمل tracing بالgreen ليه الحاجات اللي بيحصل فيها communication او تواصل اه وفي الاخر هنكتب الجمل اللي اخترناها تحتها طيب اول حاجة بيقول هنا encourage my friends انا بشجع صحابي انا طبعا هعمل على دي صح عشان انا بشجع صحابي وبيبقى فيما بيننا تواصل واحنا بنتكلم مع بعض وانا بشجعهم ان هم هيعملوا حاجة فهنعمل عليها صح تاني حاجة exchange information بنتبادل المعلومات طبعا انا وصحابي بنتبادل المعلومات مع بعض ثالث حاجة eat fruits انا باكل فكهة ملهاش اي علاقة بالتواصل او communication مع الناس بعد كده talk to other people انا بتكلم مع الناس تانية طبعا في تواصل ما بيني وبين الناس وانا بتكلم معاهم يبقى ده communication بعد كده drink milk انا بشرب اللبن حل ده معناه ان انا بتواصل مع حد لا يبقى ده مش communicating don't play with my friends انا مبلعبش مع صحابي حل لما مبلعبش مع صحابي ده معناه ان انا بتواصل معهم طبعا لا كده مفيش اي communicating اخر حاجة share ideas انا بتبادل الافكار مع الناس او مع صحابي او مع اخواتي بنتبادل الافكار مع بعض انت تديني فكرة وانا اديك فكرة يبقى ده اسمه communicating بعد كده هناخد ال sentences دي ونكتبها تحت زي ما انتوا شايفين exchange information talk to other people share ideas encourage my friends يبقى بكده احنا حلينا activity number one نشوف مع بعض activity number two هنا activity number two بيقول لي ايه بيقول لي match each sentence with the suitable picture انا هوصل ايه الجملة بالصورة المناسبة اول حاجة انا بتبادل المعلومات مع زميلي في الفصل هعمل matching لهنا ادي زميلتي في الفصل انا بتبادل معايا المعلومات انا قلت الماما يا مام انا عايزة اتغدى او اكل الغدى بتاعي هنا اهو قدامي وماما بتجهز الغدى وانا بقول لها انا عايزة اكل الغدى بتاعي بعد كده اي ستو ماي تيتشر انا قلت للمدرسة بتاعتي ممكن يميز تصلحي لي الهومورك بتاعي او الواكب بتاعي وهي هتبقى الصورة دي بعد كده اي ستو ماي فرنز يعني انا قلت لي البائع البائع اللي بيبيع الاكل اللي هو الخضروات هنا بكام نصف كيلو الفلفل الاخضر ودي وصلتها بالصور كل ده معناه ايه كل ده معناه communicating كل الصور دي بيحصل فيها communication بيحصل فيها تواصل تمام يبقى انا هنا بوصل للطفل فكرة ان كل دي حاجات بيحصل فيها تواصل ولكن خلي بالكو هو هنا ما جاب ليش ان الطفل يفكر من دماغه بيتواصل ازاي ويكتب بايده هو هنا جاب مجرد بس ان انا بعمل matching او بعمل علامة صح وفي الاخر باخد the sentences من هنا اكتبها هنا فخلي بالكو دايما الفروقات اللي تمام بين كتاب المدرسة اللي انا بوضحها لكم في الاول وبين اي كتاب خارجي انا بحله معاكم تمام الاكتيفتي اللي بعد كده المفروض ان ده الديالوج بيدور ما بين بنوتا اسمها نوها وناس كتيرة في حياتها هنتعرف على الديالوج دلوقتي وهي عايزني في الاخر اكتب اكتب هي نوها خلال يومها بتتواصل مع مين عن طريق الكلمات اللي في الورد بانك هنا اللي انتوا شايفينها دي طيب فهو بيقول لي read the following story then complete the sentence below each picture using the following words زي ما قلتلكم هنقرأ الديالوج وبعد كده هنكتب الكلمات عندي mother يعني mama friends يعني صحابي grandma يعني جدتي grocer اللي هو باقع الاكل سواء خضار فاكهة سوبر ماركت sister يعني اختي teacher مدرس وريم دي بنوتا اسمها ري طيب اول حاجة هنا good morning noha wake up and wash your face and brush your teeth good morning mom okay i will do that يعني صباح الخير يا نوها اسحي واخسلي وشك واخسلي سنانك فنوها ردت وقالت صباح الخير يا ماما اوكي انا هعمل ده هنا نوها بتتكلم مع مين او بتتواصل مع مين نوها بتتكلم مع موتها خدت الكلمة من هنا من الوردبانك وحبتتها هنا بعد كده ايه اللي حصل hurry up sara i need to get ready بسرعة يا سارة انا عايزة اجهز مين اللي بتتكلم نوها بتتكلم مين سارة اختها سارة قالت fine i will go out at once حاضر انا هطلع ايه على طول او دلوقتي نوها talks to her mean to her sister بتتكلم مع اختها خدنا برضو sister من الوردبانك ده زي ما انتو شايفين بعد كده what would you like for breakfast today تحبي تاكلي ايه في الفطار النهاردة egg and milk please عايزة اكل بيض واشرب لبن لو سمحتي نوها talks to her grandma نوها بتتكلم مع جدتها بعد كده hi reem do you bring your english book today ازايك يا ريم جبتي كتاب الانجلش بتاعك النهاردة yes i do ايوة انا عملت كده طيب هي نوها بتتكلم مع مين بتتكلم مع ريم نوها talks to her friend reem تمام طيب نشوف بقى الconversation في الصفحة اللي بعدها هنا بيقول لي ايه بيقول لي good morning how much these sweets cost يعني صباح الخير السويتس دي بتتكلف كم ردوا قال لها they cost le2 هما بيتكلفوا او سعرهم اتنين جنيه نوها talks to the grocer نوها بتتكلم مع مين بتتكلم مع الباقة بعد كده hello نوها اهلا يا نوها good morning mrs. صفاء صباح الخير يا mrs. صفاء نوها بتتكلم مع مين بتتكلم مع مي السفاء اللي هي التيتشر بتاعتها يبقى نوها talks to her teacher وبعد كده let's play together basket يلا نلعب مع بعض لعبة الباسكت okay it's a good idea okay دي لعبة دي فكرة كويسة نوها talks to her friends نوها بتتكلم مع صحابها اللي هما مين ماريام وريم الندر تمام يبقى أنا كده هنا عملت زي قصة بتوضح الكميونيكيشن اللي بتتم خلال اليوم بتعمين بتعنوها طيب نشوف آخر حاجة آخر حاجة قدامي وزي ما جيه في كتاب المدرسة الجراف الجراف اللي بيطلب من الطفل إنه هو يحط الدياتا اللي حصل فيها communication في الكصة في الجراف تعالوا نشوف إزاي هو بيقول لي هنا graphing my conversation إنت هتحط المعلومات اللي كانت في الحوار هنا Use the previous story on pages 140 and 141 to complete the following graph to show the different people that نوها communicates with along the story Then answer the questions below يعني إيه؟ يعني إنت هتستخدم الكصة اللي موجودة في صفحة 241 عشان تكمل الجراف أو الرسم البياني اللي موجود قدامك عشان يوضح لنا الناس المختلفة اللي نوها تواصلت معاها في القصة وبعد كده هتجاوب الأسئلة اللي موجودة تحت طب تعالوا نشوف هنا number of people عدد الناس وهنا نوعية أو الكاتيجري بتاع الناس people category نوعية الناس family هي تواصلت مع مين تواصلت مع her mother with her sister with her grandma أوكي يبقى كده في ثلاثة أهم هي تواصلت معاهم من family طيب friends هي تواصلت مع مين هي تواصلت مع ثلاثة من friends بتاعها ودول ما كانوا موجودين في الstory وآخر حاجة community members هي تواصلت مع grocer البائع والteacher المدرسة بتاعها community members يعني الناس الموجودة في البيئة أو في المجتمع بتاعها اللي هي تعاملت معهم طيب question number one بيقولي هنا ايه in family category في الكاتيجري بتاع الفاميلي ده the number of people that noha communicates with عدد الناس اللي نوها تواصلت معاهم هنا قلنا الgrocer والteacher يبا هما تو the greatest category is يعني اكبر category او اكتر عدد من الناس فانهي كاتيجري اللي نوها تواصلت معايا احنا عندنا الفاميلي والفرينز ثري وثري فانا هكتبهم هما الاثنين لانه انا ما عنديش option تاني مش هين فاكتب الفاميلي بس او الفرينز بس فاقولت family and friends الاثنين قد بقت ثري وثري طيب the least category is اقل كاتيجري هو ايه الcommunity members تمام يبقى كده انا اوضحت على الجراف ازاي نوها تواصلت معا الناس باجي هنا اظلل لحد عدد الناس اللي نوها تواصلت معهم هنا لحد number three وهنا لحد number three وهنا كان لحد number two بكده انا عملت ما بين discover وما بين math وبكده انا اكون خلاص تمعيكم الدرس الاول يارب يكون سهل عليكم اشوفكم باذن الله في اعرب وقت في الدرس التاني مع السلامة اشتركوا في القناة